تتكشف حقائق جرائم المجموعات الإرهابية شيئاً فشيئاً كلما نجى أحد من بين أياد أفرادها أخبار الآن التقت أفراد أسرة نزحت إلى كوندوغا بعدما حاول أعضاء بوكو حرام المتشدد إحراقهم أحياء وجرانهم داخل منازلهم قبل أن يتمكنوا من الفرار نستمع مشاهدين إلى معانتهم ونعود نعم نتاليني الثلاثاء الثالث عشر من فبراير سنة أربع عشرة وألفين كنت في رحلة عمل إلى جمهورية تشاد تلقيت في أثنائها مكالمة هاتفية من أحد أصدقائي أخبرني فيها بأن هجوماً يشتاح مدينتي ما اضطرني إلى العودة إليها وصلت إلى المدينة صباح اليوم التالي وعلمت أن أسرتي فرت فعلاً إلى مدغوري عاصمة الولاية والتي تبعد عن مدينتنا خمسة وثلاثين كيلو متراً تفقدت بيت المكون من ست غرف ووجدت أن أجزاء كبيرة من البيت والممتلكات التي كانت فيه أحرقتها بوكو حرام منذ ذلك الحين كانت الأسر تعيش في مخيمات النازحين في مدغوري في حين أن معظم الرجال عادوا إلى المدينة وكانوا يقيمون جميعاً بين أنقض بيوتهم مرة أخرى وفي يوم من الأيام استيقظت على أذير الرصاص ورأيت الناس بمن فيهم الجنود المتمركزون في معسكرات الجيش يفرون من المدينة إلى طريق مدغوري حيث هاجمتنا بوكو حرام واستولت على المدينة نهائياً إلى أن طردت منها في يوليو الماضي بوكو حرام لا علاقة لها بالإسلام يقتلون الناس من دون تمييز ويسببون الفقرة وانتشار البطالة في شمال شرق نيجيريا حيث يدمرون المصادر الاقتصادية لسكان المنطقة بقطع الطرق وحرق المتاجر والاعتداء على التجار بتهمة تعاونهم مع الجهة الحكومية كما قلت لك من قبل لا يهاجمون المؤسسات الحكومية فقط بل يحرقون منازل الأبرياء وهم فيها لا تزال أختي توعاني الأضرار النفسية والجسدية التي خلفها الحريق الذي أشعلته بوكو حرام في بيتهم حيث خاصرتهم الميليشيات المتشددة وهددتهم بالقتل إن خرجوا من البيت كنت حاملة في الشهر الخامس حين هاجمت بوكو حرام قريتنا الساعة الرابعة بعد منتصف الليل كنت أعد طعام الإفطار لأبنائي رأيت مسلحين ملثمين يقودون دراجات نارية في المدينة وكانوا يطلقون النار في كل الاتجاهات وبعد ساعات من الاشتباكات مع الجيش سيطروا على المدينة تماما طبعا لم يكن في إمكاننا الخروج من المنزل بسبب حدة الاشتباكات ثم أشعلوا النار في دراجتنا وبيت الجيران وظلوا يحاصرون المنطقة إلى أن وصلت النار إلى بيتنا ونحن فيه جميعا أنا وزوجي وأبناء السبعة التهبت النيران في البيت من كل الاتجاهات وتمكننا من الخروج بعد أن أصاب الحريق زوجي بإصابات بالغة خاصة في اليدين والرجلين بينما أصابت النار يدي وأجزاء أخرى من جسمي حتى فقدت الوعي من هول ما حدث لا أجد وصفا يلق بمسلحي بوكو حرام هم تواقون لقتل أكبر عدد منكم من المدنيين وبأبشع الصور أقول لك المدنيين وهم ينفذون عقابا جماعيا ضدنا لا أدري ما هي الذنوب التي اقترفتها ابنتي التي لم تتجاوز عامها الأول بوكو حرام تستخدم أبشع الطرق لقتل الناس ترون أثار الحريق في يدي ورجلي كانوا يريدون قتلي وقتل أسرتي أشعلوا النيران في كل المنازل المجاورة لبيتي إلى أن وصل الحريق إليه وهدمه تماما وحول هذه الانتهاكات وغيرها التي ارتكبت على يدي جماعة بوكو حرام الإرهابية توجهنا في أخباري الآن في لقاء حصري إلى شخص يدعى ماكينتي وهو الاسم الأول لشخص معروف لمتابعية جماعة الإرهابية فهو أحد مؤسسي بوكو حرام قبل أن ينشق عنها إذ كان المسؤول عن ملف السياسة الخارجية والعلاقات العامة والتواصل مع الجهات الخارجية أخبار الآن قصدت إقليم مادغوري مادغورودي وتتحفض إذن على اسم المنطقة بالتحديد لدواع أمنية حيث التقت ماكينتي الذي أحدثنا عن ظروف نشوء بوكو حرام ومؤسسيها وعن خلافاتهم التي أدت إلى انقسامهم وننوي إلى أننا قد أخفينا وجهه لأنه يتخوف على حياته من انتقام بوكو حرام كنت مسؤولا في ملف السياسة الخارجية والعلاقة العامة كنت مسؤولا عن التواصل مع الجهات الخارجية حيث كانت الجماعة تتعامل مع العالم الخارجي محمد يوسف كان المسؤول الوحيد الذي يتولى خطوط الاتصال بين القاعدة وجماعة بوكو حرام أعلم ما يفعلونه وأنا أعلم كيف دمروا كل شيء لذلك أنصح الناس والشباب المنضوين تحت هذه الجماعة ألا يرضوا لأنفسهم بأن يكونوا آلة لتدمير الناس أعني ألا يكونوا سلاحا أو أداة من أدوات الشيطان وأنت تعلم أن هؤلاء هم أدوات من أدوات الشيطان يفجرون أسواقا ومحالا تجارية ومخازن لأغذية ضرورية ثم يقولون إنهم ينصرون الإسلام بهذه الأفعل الشنيعة هل يعقل أن هذا يساعد الإسلام والمسلمين؟ هناك فرق بين الإسلام والإرهابي الإسلام لا يمنعك من أن تدافع عن نفسك بأي طريقة كانت ولكن لا يمكن أن تهاجم الأبرياء من النساء والأطفال وتصف ذلك بالدفاع عن النفس الإسلام يحرم قتل الأطفال والنساء حتى في الحرب الإسلام يحرم الاعتداء على الرموز الدينية والهجوم على الكنائس وماكن العبادة بل يعطي مكانة عالية للأطفال والنساء ولكن هذه الجماعات الإرهابية العصرية تهاجم الأهدف السهلة والضعيفة وهذا أمر مرفوض تماما هذا حرام حرام الإسلام إنه أليس 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 ا� routing